امتى سيادة النائب؟ أنا عندي سؤال في خلال فترة قد ايه المواطن ممكن يحس بهذه الانتعاشة؟ احنا حسناها بصراحة في الخدمات امتى نحسها في الواضع الاقتصادي؟ حضرتك فعلاً ودي حقيقة الإصلاحات الاقتصادية كانت في 2016 ده بجد يعني كان المواطن هيبتدي يدرك ويحس بالأثار في بداية عشرين، تسعة عشر وعشرين ده مؤكد حسب ايه مش كلام بقوله انا رجل برلماني يعني برائب الحكومة وشرع يعني مش هدافع عنها ولكن كان لتجاه وبعدين زي ما قلت حضرتك في بداية الحلقة ان في جهات اجنبية بتطلع تقارير ما تعرفش المجامل او تعرف ده مين ومين بتعمل معادلات معينة زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كل تقاريرهم على اقتصادنا اللي كان ماشي على الطريق الصحر يعني لو لا كورونا كان مفهود فيه 19 وترتبنا الجديد يرجع ونكمل ويحسب على الموقت نحسب ايه؟ ما قيمة الجنيه تبقى سبتة مفيش تضخم يعني الاسعار الاسعار تبقى سبتة ويحصل زيادات سنوية في الرواتب يبقى زيادة راتب مفيش زيادة في اسعار السلع في التضخم فيبص يلاقي الدخل اللي جايله بيقضيه ويفيد شوية ضخار ده هيحصل بجده هيحصل في المراحل قد على مؤشرات اللي موجودة سواء من الداخل او بالخارج مؤشرات منجات اجنبية معتمدة متعرفش المجاملات بتأكد مؤشرات المجاملات